من الحاجات اللي فيها التواب العالية من كمية الدهون الدهون أكتر حاجة مؤرقة للمعدة وبتعطل تفريغ المعدة فتفضل في الأكل فيها متراكم وقت أطول فبنقول خلي بالك من المقلي ومن المحمر ومن الدهون العالية لأنها تتعيبك جدا خلي بالك من الشربة ما تاخدش شربة كتير لأنها بتزود من عصرات المعدة اللي بتهري أكتر في أي قرحة خلي بالك من الخل الموجود على الفتة لأنه هيتعب جدا للمعدة بتاعتك حاول أن أنت تاخد كمية قليلة جدا من لحمة ما فيهاش دهون والفتة تكون بسيطة ما فيهاش كمية من الدهون علشان معدتك ما تتعبش والقرحة بعد كده تتعب وتحس أن أنت الموضوع ألب ببدل متعة في العيد لألم وتعب في العيد طب يا دكتور مونة حتى لو حصل مثلا أنت في خات أو كده وبقوا تعبانين مثلا هما هضموهم صعب مثلا هل فيه مشروبات معينة ممكن يشربوها التهدي من من الحالة دي أو من الانتفاخ الشديد هو ممكن الأول يعني بننصح أي حد تعبان في الهضم تروي في الشرب استنى ادي فرصة أن أنت معدتك تبتدي تفضي جزء من اللي فيها ومجرد ما ده هيحصل هتحس بارتيح لكن لما أقول حاطت على كم الأكل اللي هو جوا المعنى ولا نعناع كم من السوايل الأخرى أنا بزود أكتر الحجم اللي هيخليني أحسس بتعب النعناع جميل جدا والمشروبات اللي هي زي شاي بقليل شوية شاي شوية نعناع حلو لكن استنى شوية بعد الأكل ما تحطش مباشر لأن ده هيخليك تتعب أكتر أنت بتخفف العسرات الهضمة وبتشعر بمزيد من التعب الكمون حلو جدا للي بيشعر بالانتفاخ فممكن أو يزودوا على طبق الصلطة بتاعه عشان ياخد قدر من الكمون اللي بيساعد على أني ما يحصلش غازات والأكل ما يبقاش متعب بالنسباله صلطة الزبادي حلوة جدا بس ما فيش دعي أن أنا حط عليها توم قد كدهوت لأن التوم نفسه هيبقى حامي وفي نفس الوقت بيعمل غازات لكن هاخد صلطة الزبادي بالنعناع هتساعد على أن أنا أرتاح في الهضمة أكتر وأحس بأنه ده ملطف على ومرطب لعملية الهضم والمية طبعا المية أشربها قبل ما أكل فبالتالي أحس أن أنا مروي أخدت كم من معداتي من حيز المعدة مليته من غير ما أحط في بداله أكل فمطلوب أن أنا أشرب قبل ما أكل بشوية لكن أول ما أكلت مش من المفترض أن أنا أشرب مباشرة بعد ما أكل لأنه ده مش أفضل حاجة أكل كمية قليلة مزاويتش فيها